موسيقى السمنة أو ما يسمى مرض العصر هاد السمنة اللي خدات واحد الحيث كبير خصوصا عند الشباب شابات يعني كتلقا عندهم واحد السين مبكر وكتلقا عندهم واحد السمنة مفردة لكتلقا عندهم تكيوسات المبيت تلقا عندهم مشاكل دي الجهاز تناسولي وما كتلقا عندهمش يعيشوا حياتهم واحد طريقة آمنة زيادة على نسبة كبيرة دي النساء اللي عندهم مشاكل دي المفاصل دي القلب والشرايين مرض السكري وجميع الأمراض المزمنة ممكن جي وراء هاد السمنة هادا ما كي يفصلش حتى الرجال واحتى بعض الأطفال هادا خطر والناقوس دي الخطر قصنا ندقوه كاملين كمغاربة هاد رمضان فرصة ذهبية باش الناس اللي بغايوا يطيحوا الوزن ممكن يدروها علاش لأن النهار كامل هما يعني ما كي ياكلوش يعني الجهاز الهضمي دي لهم في راحة ممكن يعاودي يسترجعوا للقوة دي لهم وليني يخصم في الفطور والعشاء أو للسحور ما يعاودش يردو داك المجموعة دي للسكريات والدهنيات والمقليات والمواد الحافظة اللي كانوا عايشين بها لوصلتهم هاد السمنة بالحكس يرقزوا على المواد القوية شربة تمر ماء خضار فواكه بعض المكسرات خبز بدقيق الكامل يبقوا ببسطة باش يستفدوم هاد الشهر الكريم واللي كان أعطيه أنا كنصيحة هي أن شهر رمضان تعلمنا من ديروش لغينيو تاجمة بالأوقات يعني هاد الناس اللي وصلوا لهاد السمنة رغم كي يأكلوا ما باللوقات ما كي يأكلوا بالليل مع طلين واخده باحنا في رمضان غادي ناكلوا مع طلين ولكن غادي ناكلوا واحد الأكل قوي اللي احنا كنصحوم يأخذوا فطور مزيان ويأجلوا لعشاحت الصحور ويدروا وجبتين إلا داروا وجبتين في النهار غادي يقدوا يحققوا هاد المعادلة مايجيهم شجع مايجيهم شلعتش ويفقدوا الوزن وعودوا يركزوا على المواد القوية من فيتامينات واملح مادينية اللي هي موجودة بكثرة في الخضر والفواكه يقتصروا على بروتينات عالية الجودة مايكونواش مقليين جاج لحم حود بيض ويحضوا بعض الأجبال اللي هي خالية من الدسم يقتصروا على زيت زيتون أو شوية ديا لفوكا مايجمعهمش أكيد كاملين يحيدوا عليهم السكار نهائيا مايج شبكية من الأحسن هاد رمضان يحتارموا هاد المعايير علاج لإنه من بعد غادي يفرحوا يحيدوا عليهم المقليات يحيدوا السكارية بشكل يعني نهائي ياخدوها قرار وغايشوفوا بإنه في الخار ديال شهر رمضان غادي يتمتعوا بسحة جيدة ومنسوش أكيد شرب الماء وشفية ديال الحركة البدنية يدروها بعد الوقت قبل الوجبة ديال الفطور ديال المغرب يعني واحد تبقى واحد من الساعة ولا ساعة اللار بالمغرب ويدرو بعد الحركات البدنية وينعصوا بكري ويدرو إدارة التوتر هكذا يكونوا عندهم رمضان يعني عادي يعيشوه بكمل إطمئنان ويطيحون شاء الله الوزن فيه